السلام عليكم طلبة رابع نظم أعلكم بخير الفيديو ده ان شاء الله ربعا مين هنعمل نظرة سريعة كده على الفصل الثالث اللي انت هتكتبه ان شاء الله ربعا مين في مشروع التخرج الفصل الثالث في الغالب هو طبعا خطة البحث او المثال اللي يجي بتاعتك او خطة المشروع في الغالب هيكون متقسم لثلاث اجزاء احنا هنقول النهارده ان شاء الله ربعا مين جزئيتين منهم وجزء التاني ان شاء الله ربعا مين لما يبقى عندك بتنفذ بالكود الجزء الاول عندي اللي هو تحليل النظام والجزء اللي بعد كده هيكون تصميم النظام ده اللي انا هقوله ان شاء الله ربعا مين في الفيديو ده عشان تبقى عارف هتكتب ايه يعني هتكتب ايه في الفصل الثالث ده طيب نبدأ بالجزئية تحليل النظام اولا انا عشان هبدأ تحليل النظام. محتاج ان انا اه اه عارف الفكرة بتاعتي. يعني انا عارف الفكرة من الاول ان والله انا عندي موقع بيع منتجات موقع دارة مستشفى موقع اه بنك افتراضي ايا كان الموقع اللي انت بتعملها او الانزمة اللي انت بتعملها سوى انت بتعمل 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 موقع اه الاكتروني اه بتعمل ايا كان اللي انت هتعمله او المطلوب منك طيب فانت عارف العنوان عملت دراسات سابقة عنه ده كان في الفصل التاني دراسات سابقة يعني ايه والله انا جبت ابحاث عملت الجزء دوت او اشتغلت في الجزء دوت قبل كده قارتها وعملت تلخيص للابحاث ديت اه في الفصل التاني وكمان جبت امثلة فعلا موجودة في السوق او موجودة في الواقع او مشاريع اتعملت قبل كده بنفس الفكرة فانا والله بشوف ايه هي المشاريع اللي اتعملت وايه اللي كانت المميزات اللي فيها او المواقع والامثلة اه الجهزة بشوف برضو ايه المواقع مميزة كل موقع اه بتكلم عن كل موقع ده كان كله في الفصل السابق اللي هو الدراسات السابقة انا وانس ان انا في خلاص فهمت اه الموقع بتاعي ابدأ ان انا ابدأ اشوف ايه النظام اللي انا هعمله او ايه النظام المقترح او اللي انا فعلا الخطة اللي انا عايز اعملها عشان اعمل الجزئية دي لازم كل اعضاء المشروع يكون قاعد وبيفكر مع بعضه تمام قبل ما ابدأ اي حاجة لازم لكل الناس تكون عارفة ايه هي الفكرة وهنبدأ نفكر مع بعض هو احنا هنقترح النظام يبشغل ازاي كل الناس تكون عارفة الفكرة كويس تمام ليه لاني بعد كده هيكون كل واحد هيكتب حاجة او يكتب جزئية فبالتالي الجزئية دي لازم تتوائم مع الجزئية دي لازم تتوائم مع الجزئية دي تمام عاملة زي البازل كلها بتكون صورة واحدة فما ينفعش والله انا بتكلم في حاجة وانا بتكلم هنا في حاجة ولاقي اني دوت غير ده تمام و هتعرف الكلام دوت يعني قدام شوية فمهم جدا نكون اني يسعى عاملة ميتنج الاول والله ده النظام بتاعنا طيب هتيجي تقول مثلا نعرف النظام دي اول جزئية هتكتبها في تحليل النظام يعني ايه تعرف النظام يعني هتكتب مثلا النظام بتاعي مثلا موقع الالكتروني موبايل ابليكيشن مثلا ديسكتوب ابليكيشن ايا كان النظام اللي انت هتعمله ايه المميزات بتاعته يعني ايه المميزات فرضا انا انا في الامثلة بتاعتي كلها في الغيلب هشتغل على موقع الالكتروني لبيع المنتجات فانا والله بقول ان مميزاته اه طريقة العرض بتبقى اه مناسبة بيسهل عملية الشراء على الزبون او العميل بيسهل عملية اضافة منتجات على التاجر اه بيسهل عملية مثلا اه متابعة اه مسلا الشحن بتاعي ايا كان الوظائف اللي انت هتعملها في النظام بتاعك تمام اللي انت هتكتبه هنا مبدئيا اللي تكتبه في تحليل النظام وتكتبه في تصميم النظام هو اللي انت هتنفزه في النظام هتنفزه يعني ايه انا هتعمله كود فما تكتبش حاجة مش هتعملها مبدئيا كده ولو انت كتبت حاجة وما نفستهيش حاول قبل ما تقفل المشروع بتاعك وتسلمه تمسح الحاجة اللي انت ما عملتهيش تمام بالتالي انا بقول لك ان انا دي المميزات الوظائف بتاعته والله هو بيعمل مسلا بيقدر الزبون من عليه يعمل شراء وبيع ومسلا يضيف المفضلة عنده ايا كان الوظائف اللي ممكن عندي وبشوف مين المستخدمين النظام بكتب المستخدمين مسلا واحد اتنين تلاتة كل كل مستخدم باكتب سطرين عنه هو هيستخدم النظام في ايه تمام فرضا مسلا انا بتكلم في في موقع بيع المنتجات انا عندي مثلا الزبون او العميل والعميل دوت بيستخدم النظام ان هو بيقدر يعرض المنتجات ويقدر ان هو يتمم عملية الشراء للمنتجات الباقع ان هو الله بيقدر ان هو يضيف منتجات عنده ويغير مثلا في السعر بتاعها ويتواصل مع الزبون عن طريق الموقع بتاعي ايا كان كل مستخدم ايه هي الوظيفة او الاستخدام اللي هيستخدمه للنظام بتاعي تمام كل مستخدم بكتب بتحتيه سطرين دي الجزئة الاولانية وفي الغير بالجزئة الاولانية دي لازم يكون الناس كلها قاعدة بتفكر مع بعض كروكي كده بالورقة والقلم زي ما بيقوله وبعد كده الشغل بيتقسم على كل واحد طيب بعد ما انا عرفت النظام وعرفت انا هعمل ايه بالضبط هبدأ بقى اشوف ايه هي المتطلبات الوظيفية للنظام يعني متطلبات وظيفية عموما متطلبات وظيفية هي النظام هيعمل ايه انت ده الكل المتطلب وظيفي انت بتكتبه هو اللي هتنفزه في الكود تمام فبالتالي فرضا انا عندي المتطلبات الوظيفية مثلا الزبون بيقدر ان هو يسجل دخول ويقدر ان هو يعرض منتجات ويقدر ان هو يصنف منتجات يقدر ان هو يعمل بحث عن منتجات يتمم عملية الشراء كل دي تعتبر متطلبات وظيفية من اللي بيعملها بيعملها المستخدم اللي هو العميل عندي مثلا المدير او من بيقدر ان هو يوافق على مثلا تسجيل دخول او انشاء حساب بتاع المستخدمين يقدر ان هو يعمل فرضا مثلا بيقدر ان يشوف البائعين يعمل برضو يوافق على تسجيل دخولهم بيقدر ان هو يعمل متابعة للطلبات بتاع الزبون يقدر ان هو يشوف الشكاوي بتاع الزباين وهكذا تمام دي المتطلبات الوظيفية للزبون سوري للأدمن او المدير نفس الشيء بالنسبة للبائع بيقدر ان هو يسجل دخول يضيف منتج يحزف منتج ايا كان اللي يقدر يعمله المستخدم اللي عندي تمام فانا بشوف بكتب كده المتطلبات الوظيفية بتاعتي فرض انا تسجيل الدخول دي يبقى انا عارف ان انا هعمل كود في مرحلة تنفيذ النظام هعمل كود لتسجيل الدخول فانا كل متطلب وظيفي بكتبه هيتنفذ ككود تمام بعمل المتطلبات الوظيفية دي على هيئة نقاط كل مستخدم احط له النقاط بتاعته تمام هيعمل ايه كل واحد بعد كده بشرح كل نقطة من دول تمام بشرحها في حاجة اسمها حالة الاستخدام او يوس كيس بعمل قائمة كده عبارة عن مجموعة من الجداول كل جدول بيشرح نقطة من النقاط دي تمام ده من نسبة المتطلبات الوظيفية وهنعرف مثال عنها برضو هناخد مثال عنها شوية كده طيب بعد ما خلصت المتطلبات الوظيفية ابدأ اشوف ايه هي المتطلبات غير الوظيفية غير الوظيفية يعني ايه يعني بتعمل بتاصف او تعمل سمات للنظام يعني ايه يعني والله انا عايز الموقع بتاعي يكون سريع الاستجابة تمام لازم يكون سريع الاستجابة بتاعته يعني سريع الاستجابة يعني انا لو عملت بحس او عملت دست على لينك او دست على زرور مثلا يكون والله بينقولي على الصفحة اللي بعدها في سرعة مثلا سانيتين لا تتعدى السانيتين مثلا وهكذا ممكن عايز اكون النظام بتاعي امن يعني امن اقول والله الامان عندي ان انا عندي البيانات بتاعة المستخدمين مشفرة فعندي لازم يكون عندي تشفير سهولة الاستخدام والله يكون سهل الاستخدام اقدر استخدمه من على موبايل اقدر استخدمه على موقع سوريا على اللابتوب ممكن استخدمه على تاب دي سهولة الاستخدام الكلام واضح الاشكال واضحة دي برضو من حاجات سهولة الاستخدام الاعتمادية يعني اعتمادية يعني انا بقدر لو انا عملت سيرش على حاجة عندي هل يديني الحاجة اللي انا عايزها فعلا يعني مثلا لو انا بعمل تصنيف للمنتجات على الاجهزة ما يجيبليش مثلا مع الاجهزة دي ملابس دي معناه ان هو لقى فيه فيه ارر بيحصل فيه مشكلة عنده بيحصل بتحصل يعني فلازم يكون عندي قدر اعتمد على السيرش او البحث اللي انا بعمله التوافر يعني ايه توافر يعني انا والله بقيس عدد المستخدمين اللي ممكن يدخلوا الموقع بتاعي في نفس الوقت تمام؟ يعني مثلا ممكن اقول والله انا هدخل يقدر يدخل فيه الف مستخدم في نفس الوقت وممكن اقول لواله يدخل عشر تلاف مستخدم وعشرة مليون على حسب ما انا هقدر اقدم الموقع بتاعي بشكل ازاي؟ تمام؟ المتضربات رغير وظيفية ده الحاجة اللي احنا يعني يعني بنبقى عايزين نعملها في في النظام بتاعنا وهو دوت اللي بيحدد هي ايه لغة البرمجة اللي ممكن يعني تديك السمات دي تمام؟ انت عايز مثلا من لغة برمجة بتكون سريعة الاستجابة لما بتجيب حاجات من الداتابيس ممكن عايز تستخدم بروتوكول مثلا للتشفير ممكن عايز تستخدم حاجة مثلا فرونت اند زي بوت سريب مثلا يكون تقدر تستخدمه مثلا على الموقع والموبايل وهكذا فانت بتحدد من المتطلبات الغير الوظيفية انت في الغالب هتشتغل على لغة برمجة ايه تمام؟ طيب بعد ما نكون خلصنا متطلبات الغير الوظيفية يكون خلص جزء تحليل النظام بس قبل ما احنا نعدي للجزء اللي بعده خلينا نشوف بس امثلة على المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية متطلبات الغير الوظيفية لو انا هكتبها هكتبها يعني يفضل تكتبها في هيئة جدول بالشكل ده تمام؟ لو انت مش عايز تعمل بالجداول خلص ما فيش مشكلة بس اعملها بنفس الفكرة انا عندي مثلا المستخدم اللي هو اسمه الزبون بيعمل الحاجات دي وهكذا طيب تعنا نشوف الجدول ده بيعمله ازاي مبدايا الممثل الممثل او المستخدم هي بالانجليش اكترز او الاكتر يعني الاكتر اللي هو بيعمل تفاعل مع النظام باي شكل ان كان انت تسميه مستخدم ما عنديش مشكلة في دي والهدف بتاعه يعني الهدف يعني هو هيعمل ايه او الوظيفة اللي هو هيشتغل بيها في النظام فانا مسلا من المثال بتاعي اللي انا قلتلك ان هو بيع منتجات موقع لبيع المنتجات فانا عندي تلات مستخدمين الزبون الزبون ده بيقدر يعمل ايه بيعمل تسجيل دخول بيقدر يعمل عرض منتجات تصنيف منتجات اضافة وحزف المنتجات من وقيل عربة التسوق اتمام عملية شراء المنتجات دي امثلة تمام بس كل واحد من دول طالما انا كتبته يبقى انا هعمله كود طالما انا كتبته هنا متطلبات وظيفية يبقى هرسمه في رسمة هتيجي قدام شوية وبرضو طالما انا رسمتها يبقى انا هعملها كود بالتالي بتحاولش تزود على نفسك تمام انت والله انت الزبون ده ممكن كمان يعمل بحث ويعمل اضافة لمفضلة ويقدر يرسل شكوى ويقدر ان هو يعمل فيدباك وهكذا تمام يقدر رسم ويعمل كل ده في اي موقع تمام لكن انا بدلا اكتب كل حاجة كده والتالي يضيق معايا الوقت مش هقدر ان اعمل تنفيذ للكود بتاعي لأ خليني اكتب اللي انا اقدر عليه تمام ففي الغالب لازم يكون بيسجل دخول لازم عرض المنتجات ولازم يعمل عملية شراء لمنتج دي الحاجات الرئاسية والله زودت تمام ما فيش مشكلة طيب المدير بيقدر ان هو برضو بيسجل دخول ويعرض المنتجات اللي موجودة عندي ويضيف ويحذف تجار تمام ويتابع طلبات الزباين والله برضو ممكن ان هو يضيف ويحذف زبون ما فيش مشكلة او يوافق على انشاء حساب للزبون ما فيش مشكلة لأ ما حططهاش يبقى انا مش عملها كوت مبدئيا طيب برضو التاجر التاجر انا عندي تسجيل الدخول بيتسجل دخول بيقدر يضيف ويحذف منتج بيقدر ان هو يعمل يرسل ارسال الطلبات دي لعملية لشركة الشاحن يقدر يسل بريد الالكتروني للزبون ايا كان اللي ممكن يعمله ممكن ما عملش الجزئيتين دول ما فيش مشكلة اعمل الجزئيتين الاولانية عادي جدا تمام يبقى الجدول ده فكل متطلب وظيفي انا اخدته قادي تسجيل الدخول هروح اعمله حالة استخدام الحالة استخدام دي بتوصفه اكتر يعني بتعمله وصفة اكتر تمام والتالي انا بعارف ان انا والله لما هاجي اعمله الكود انا ماشي ازاي او على اقل اللي يقرأ مني تحليل النظام يبقى عارف على اقل النظام او الموقع هيبقى طريقته ازاي فانا مثلا بقوله انا برضو بعملها على هيئة جداول انت عايز تعملها بشكل كتابة كفقرة يعني ما فيش مشكلة بس الافضل ان هي تتعمل على هيئة جداول ده يعني الافضل واغلب المشاريع بتتكتب الطريقة دي تمام ده اللي هو بتاعت الصوفتوير عموما بس عموما لو انت عملت الجدول بالشكل دوت فانا عندي اسم الحالة بتاعت اسم حالة الاستخدام اللي انا عملها عمل تسجيل الدخول طيب مين المستخدم او الممثل اللي هيعملها ألاقي ان التسجيل الدخول ده بيعملها الزبون بيعملها المدير وميعملها التاجر عرفت الكلام ده منين من الجدول اللي قبله تمام ادي هو موجود هنا وموجود هنا وموجود هنا طيب بعد كده بشوف بقى ايه المصار الاساسي يعني ايه المصار الاساسي يعني انا بوصف هو هيعمل تسجيل الدخول ده ازاي على الموقع بتاعي تمام فبعملها till alive اتناقض بالشكل ده المستخدم او الممثل بيفتح الصفحة الرئيسية واضغط على تسجيل الدخول كلمة تسجيل الدخول بعد كده والله هالممثل دوت بيكتب اسم المستخدم ويكتب كلمة المرور الخاصة به بعد كده الممثل يضغط على تسجيل الدخول المصار البديل لو في حالة وجود خطأ تمام ممكن مكتبش المصار البديل ممكن في حالات استخدام ما يفهاش مصار بديل تمام وممكن لا والله هنا ممكن اقام اقول في حالة وجود خطأ في اسم المستخدم او كلامة المرور ايه اللي يحصل تظهر رسالة توضح ان هناك خطأ واعادة ادخل البيانات انا والله هبدأ ان اقول له لا خلي بالك ده فيه خطأ ويعيد البيانات تمام في حالة تانية ممكن انت تقطع النت قطع الاتصال بالانترنت فتطلع الرسالة تأكد من موجود اتصال بالانترنت وهكذا تمام دي مثال على حالة الاستخدام انا ممكن نشوف مثال تاني انا اخدت بقى عرض المنتجات اللي هنا ده عرض المنتجات واقول له والله ده العرض المنتجات المستخدم اللي هيشتغل بيها اللي هو الزبون والمدير برجع كده اشوف المدير الاقي والله اه المدير بقى عارف ان هو ايه هيقدر ان يعرض منتجات بالشكل ده طيب المصار الأساسي هيعمل المستخدم ده وت الكلام ده ازاي المستخدم بس هيفتح الصفحة الرئيسية للموقع هتتعرض المنتجات في الصفحة الرئيسية ومصنفة كتبت مصنفة يبقى انا هكتب كود للتصنيف ازاي اعمل فلتر لي او فلترة يعني للمنتجات ما كتبتش مصنفة يبقى انا خلوس هشتغل على ان المنتجات كلها واحدة كده بعد كده المصار البديل اه لو انا في حالة عدم وجود اتصار بشبك تنت نت تظهر صفحة بتأكد من الاتصار الانترنت بتاعك تمام يعني المشتركة تسجيل الدخول مثلا موجودة في كذا حاجة انا بعملها مرة واحدة مش بعملها كل مرة تمام لي لان انا يعني حطيت المستخدم بتاعي طيب نيجي برضو للمتطلبات غير وظيفية برضو انا عاملها في جدول انت عايز تعملها فقرة مفيش مشكلة بس توضح كل حاجة في اللي انا كتبها دلوت عشان في الفقرة يعني عشان تكون دنيا واضحة بكتب اسم المتطلب الوظيفي ان هي سرعة الاستجابة مش شرط اعمل متطلبات الوظيفية دي كلها ممكن اختار منهم على اقل تلاتة يعني لازم تعمل على اقل تلاتة تمام في حاجات تانية غير متطلبات الوظيفية اللي انا كتبها دي في حاجات تانية كتير ولكن يعني دي من امثلة يعني اختار منهم تلاتة جيب تلاتة غيرهم فيش مشكلة طيب اقول له مثلا سرعة الوظيفة اه سرعة الاستجابة طيب بعد كده بوصف اوصف سرعة الاستجابة دي انا بقول له سرعة استجابة الموقع لاي عملية بحث تمام او ممكن اوصفها بطريقة تانية ان هو تنفيذ اي ضغط على الموقع بتاعي تمام المقياس المقياس بقيسه بايه انا بقيس سرعة الاستجابة بالوقت بالثانية تمام يبقى انا بقول له والله الوقت المستخدم في البحث بالثانية طيب يجب ان لا تتعدى سرعة الاستجابة عن ثانيتين انا عايز اعمل الموقع بتاعي ان بتكون سرعة الاستجابة فيه ما تتعداش ثانيتين عملتها ده سواني عملتها اربع سواني براحتك بس انا بتكلم على انه ده يجب تمام طيب اه متطالبات الوزفية غالبا هي بتبقى يعني شبه بعض في اغلب المشاريع يعني مش لازم انت بتابسي على الاقل لتختار اه تلاتة منهم مبدئيا يعني اه في المتطالبات الوزفية وانس انت خلصت المتطالبات الوزفية كده يبقى جزء تحليل النظام خلص ندخل في الجزء اللي بعده اللي هو تصميم النظام فكرة تصميم النظام برضو طالما الناس كلها عارفة ايه هي الفكرة هتعرف تعمل تصميم النظام وكل تصميم بيكمل التاني او مش مختلف عن التاني حتى لو مش بيكمله مش مختلف عنه يعني ايه يعني مش مسلا اكون كاتب في المتطالبات الوزفية انه هو بيعرض المنتجات ومش بيصنف ما بيعملش تصنيف ولاقي ان انا بكتب والله في المخاططات بتاعتي في اليوسكيس مسلا وهتعرف يعني ايه يوسكيس دلوقتي انه هو بيعمل تصنيف لا لازم تكون مفيش حاجة مختلفة عن التانية فده هيتعمل امتى لما والله كل الناس تبقى عارفة الفكرة صح وعارفة التقسيم بتاعت كل واحد وشغله صح تمام طيب تصميم النظام هي فكرتها ان انا والله النظام بتاعي دوت هوصفه على هيئة مخططات تمام رسمة اول ما شوف الرسمة دي خلاص انا فهمت الكود هيتعمل بشكل ازاي او ممكن ايه الفانكشنز اللي انا ممكن استخدمها في الكود تمام سواء بقى انا هشتغل فانكشنز تقسيمة الكلاسز اللي عندي الداتابيز شكلها ازاي اي امكان دي كلها المخططات تصميم النظام طيب عشان ارسم المخططات دي افضل ان انت تستخدم موقع زي درو دوت اي او في مواقع كتير بترسم المخططات دي في برامج برضو كتير بترسم المخططات دي تمام كرسم كشكل محكم يعني طب هتيجي تقولي هرسمها على الورد هقولك لأ تمام الورد هيبقى صعب جدا ان انت ترسمه وكمان اي تعديل في الورد بيتعدل معاك الشكل او المخطط والدنيا بتبوز منك جامد فبلايش تشتغله على الورد اشتغل على درو اي دوت اي او ده لو انت ده موقع محتاج نت او اي برنامج تاني موجود لتصميم النظام تمام تقريبا انا سنة يعني في ثالثة قدت لسنة من السنين البرنامج يعني لتصميم النظام يعني او المخططات رسم الخططات عموما يعني طيب مبدئيا احنا عندنا في تصميم النظام في مخططات كتير بس احنا هنتفق على خمسة تمام خمسة تلاتة منهم اساسيين واثنين منهم ممكن تعملهم ممكن ما تعملهمش بس طبعا يفضل خلينا نبدأ بالمخطط الاوليني بنقول عليه اللي هو مخطط الوصف العام للنظام سيبنا من الكلام اللي جوه تمام انا بس هو الشكل هو اللي يهمني دلوقتي انا طبعا جايبها مثال يعني كل ده وده مثال بس انا الشكل هو اللي يهمني الكنتكس ديوجرام او مخطط وصف الديوجرام المفروض اللي يشوفه يبقى عرف النظام عموما البيانات بتاعته ماشي ازاي او هو بيتكون اساسا المكونات بتاعته الرئيسية والبيانات ماشي ازاي من وإلى النظام يعني ايه يعني انا النظام عندي بحطه جوه الدايرة دي يعني الكلمة اللي هنا هتكون اسم النظام بتاعك باللي عربي يعني اعمل مخططاتك كلها عربي عادي جدا اا ادايرة هتبقى النظام المربعات دي او المستطيلات دي عبارة المستخدمين اللي هيستخدموا النظام او اي مكونات تانية بتستخدم النظام او فيها تفاعل مع النظام تمام نظام تاني مثلا زي نظام البنك مثلا لو انت عندك محتاج البنك او كده ااا طيب بعد كده الاسهم اللي رايحة والجاية دي تمام رأس السهم بتاع رأس السهم يعني لازم مهم جدا من وإلى يعني إيه يعني أنا مثلا هنا المستخدم أو الزبون بيعمل تسجيل دخول يبقى لازم من المستخدم للنظام يبقى رأس السهم بالشكل ده واكتب كلمة تسجيل دخول بالطريقة دي طيب النظام دوت مثلا بيروح يعرض له منتجات طبعا فيعرض له منتجات يبقى الرأس السهم من النظام للزبون بالشكل ده ونفس الشيء بالنسبة للمستخدم اللي بعده وهكذا الديتا اللي ده لو طلعها دي أو الأسهم دي عبارة عن الديتا اللي انت هتعملها العملية اللي انت هتعملها في النظام تمام فمهم جدا انت تبقى عارف الرأس السهم يكون رايح فيه تمام عشان أعرف مكونات النظام لازم أكون من الأول كده عارف ان احنا هنقعد مع بعض ونشوف الفكرة بتاعتنا تمام يعني أنا نقع كأعضاء فريق يعني كل جروب يقعد مع بعضه ويشوف الفكرة ايه هي المكونات اللي هي هتكون فيه او ايه المستخدمين اللي هيشتغلوا فيه تمام عشان الدنيا تترسم صح طيب الكونتكس دياجرام ممكن تعمله ممكن ما تعملوش يعني مبدئيا كان يفضل تعمله عشان ده والله هيوصف لك النظام ككل ولكن لو انت معملتوش تمام الدياجرام اللي بعده اللي هو اليوسكيس دياجرام او مخططات حالة الاستخدام فاكرين متطلبات الوظيفية اللي انا قلتلك هنكتب متطلبات وظيفية الجدول الكبير الجدول الكبير ده بدل ما هنعمله جدول او يعني هنعمله جدول في تحليل النظام لما نيجي نعمله في تصميم النظام بنعمله على هيئة مخطط او رسمة بالشكل ده النظام اللي هو المستطيل المنورة ده المستطيل ده تمام سيبك برضو من كل الكلام سبنا من الكلام انا بقولك الاشكال بس وانت هتعمل الاشكال بناء على الفكرة بتاعتك تطبيق للفكرة بتاعتك طيب يبقى انا قلت النظام هو عبارة عن المستطيل ده تمام كل متطلب وظيفي زي تسجيل الدخول العرض المنتجات التصنيف المنتجات ايا كان هو عبارة عن اليوسكيس دي اللي هي الدايرة تمام او شكل البيضاوي ده كل واحد من دول والاشخاص دي او تل اكترز احنا بتسميها اكترز عموما الاكترز دي طبعوا عبارة عن المستخدمين بتوعك كل مستخدم بكتب الاسم بتاعه مثلا ما انا عندي والله هنا زبون هنا المدير هنا البائع ايا كان اللي انا بعمله تمام السهم اللي انا بوديه من الاكتر بتاعي لحالة الاستخدام او اليوز كيس هو دوت اللي بيوصف ان والله اليوز كيس دي تبع المستخدم دوت او دي طريقة المستخدم للتفاعل مع النظام تمام ممكن اعمل طبعا الكتابة عندك بالعربي سيبك من الانجلش خالص اكتب بالعربي اسهلك ممكن اعمل كل النظام في صورة واحدة بالشكل ده ولو انا حستها ان والله لا هي زحمة لا انا اروح ايه ااخد اكتر اكتر او ممثل ممثل او مستخدم مستخدم واعمل له الجزئية بتاعته لوحده تمام برضو ده النظام بالنسبالي وهرسمه ارسم اليوز كيس بتاعتيه عبارة عن دايرة كده واكتب المتطلب الوظيفي اللي انا هعمله فرضا مساعم تسجيل الدخول عرض المنتجات اتمام عملية الشراء اي امكان تمام السهم الي انا هشتغل به اللي هو السهم الصالد ده او اللي هو المتصل ده لكن الاسهم الي هي متقطعة دي خلينا يعني مش هنتكلم عنها دلوقتي هي بسيطة يعني مش حاجة ولا كده بس كل فكرة مثلا فرضا اتمام عملية الشراء عشان اتم عملية الشراء فانا محتاج ان انا ادخل كارت مثلا البيانات بتاعتي وبيانات الكارت واعمل المصادقة او التأكيد بكلمة المرور كل دوت عشان اعمل اتمام عملية البيع كتبتها تمام ما كتبتهاش ما عملتش حاجات زي كده يعني ما عملتش ليه الاسهم المتقطعة دي اعمل تسجيل بس الدخول واعمل او سوري المتطلبات الوظيفية اللي بتاعتك بس بدون ما تعمل لها حاجات او انكلود دي انا تمام ده بالنسبة ليه اليوسكيس دياجرام يبنا اليوسكيس دياجرام يعمله كله على بعضه كده او اعمله اكتر اكتر او مستخدم مستخدم لوحده طيب الفلوت شورت دي من المخططات برضو اللي انت اا محتاج تعملها تمام الفلوت شورت اغلبنا عارفينه انا بعمل start بتاعتي والstop بتاعي واشوف والله انا الاسهم رايحة من فين جاي الفين لو انا عندي اسئلة او شروط بعملها لو انا عندي عمليات معينة بقدر ان انا اعملها ايا كان اللي انا بعمله تمام فاغلبنا يمكن اعرف الفلوت شورت يتكتب ازاي ويتعمل ازاي ممكن تعمل فلوت شورت يوصف كل الموقع بتاعك بكل المستخدمين بتاعك زي ما زي ما هو عامل هنا مسلا من start هيبقى يا يوزر يا admin لو يوزر هيعمل لو مش عامل لو قبل كده هيعمل register او تسجيل دخول سوري انشاء حساب وبعد كده يرجع تاني يعمل لوجن وبعدين اللوجن بعد ما دخل يقدر ان هو يعمل search للبرودكت او ان يعمل view للبرودكت يعني يعرضها او ان هو يعمل اا يشتري البرودكت وبعدين ييجي مرحلة الدفع لو ااا لو اوكي دفع اا ما يعني لو اوكي دفع اما يدفع اونلاين اما او عند التوصيل وهكذا يعني هو مخطط لك كل الجزئية دي بتاعة اليوزر وعامل جزئية ال admin بالشكل ده ممكن تعملهم كلهم في نظام واحد في مخطط واحد ممكن لو والله انا ممكن اعمله كل اكتر برضو او كل ممكن تباشقلي السيرة العملية بتاعتها ازاي اا لو انت معملتش فلوتشورت هيجي اقولك sequence diagram فيفضل الناس تعمل فلوتشورت تمام فلوتشورت دي برضو هتخدمك في عملية الكود طيب المخطط اللي لازم لازم هتعمله اللي هو entity relationship diagram او ال erd ده طبعا لو انت عامل database يعني لو انت عامل database لازم هتعمله لو انت مش هتبقى عامل database اا تشتغل front end بس او ايا كان خلاص ممكن ممكن ما تعملوش يعني بس الناس اللي هي عندها database لازم لازم ال erd بداعك طبعا ال erd مبدأيا نتذكر كده من ثالثة انا عندي ده مخطط اللي هي database بتاعتك او قابلة البيانات بتاعتك كل مربع من دول ده عبارة عن جدول ودي الاعمدة بتاعتي ونوع كل عمود ولعلاقة ما بين الجدول والتاني يا one to one يا mini to mini يا one to mini ايا كان قاعدة البيانات بتاعتك فتصميم قاعدة البيانات طبعا لازم تبقى انت كلكم عارفينها بالتالي عارفين كل اللي هيعمله يعني في في التسك بتاعته يبقى عارف هو بيعمله بالزبط عشان كل جدول من دول تمام هو بيخدم كود بشكل ما فلازم يكون فيش اختلاف ما بين المخطط والتاني فيش اختلاف ما بين تحليل النظام وتصميم النظام كل الناس بعارفة الشغل بتاعها مزبوط طيب المخطط اللي بعد كده او الحاجة اللي احنا ممكن نعملها في تصميم النظام ان انا بقى صام مواجهة المستخدم او ال user interface تمام اه دي ممكن تعملها وممكن ما تعملهاش ليه ممكن تعملهاش انت كده كده ممكن هتعمل اه اتش تيميل اه للصفحات بتاعتك فانت ممكن تاخد ايه في في حملية تنفيذ النظام يعني بس مبدئيا ال user interface هو رسم كروكي للموقع بتاعك انت ممكن تعمل صفحة الرئاسية بس يعني ممكن تعمل صفحة واحدة بس فا اه ده يفضل يعني تعمله رسم كروكي يعني ايه يعني والله انا عارف ان هنا فيه شوية قوائم تمام وهنا فيه بنرة وبرعا صور بغيرها وهنا مثلا هحط تسجيل الدخول وهنا صورة وكلام وهنا هحط مثلا لينكات اي ممكن اللي انا هعمله فانت كلكم بتبقى عارفين المخطط هيبقى شكله ازاي او الصفحة الرئيسية بتبقى شكلها ازاي كراسم كروكي وبتعمل اه المخطط بتاعك بناء على كده كل واحد من دول بعد ما بتخلصه خلاص انتوا بعد كده تقدروا تحطوه في الورد بتاعكم بس بتحط العنوان بتاعك وبتحط الصورة بتاعتك وطبعا بتعانون الصورة بتاعتك يبقى ليها عنوان يعني تمام اه ده جزء تصميم النظام طيب اه مفروض كده خلاص فهمنا الدنيا ازاي ولكن تعالى هنلقي نظرة انا هرسم الكلام ده ازاي المخططات دي كلها اللي انا عملتها هرسمها ازاي مايفضلش ان انت ترسم على الورد زي ما انا قلتلك ايه هو مش مايفضلش انا بصراحة مش هسمح ان انا هترسملي عن الورد لاني في اي تنسيق واي تغيير في التنسيق هي تعب جدا اللي بينسق فبالتالي اه مش هسمح بيه الورد هعمل ايه انا والله باتفتح اه جوجل كرام عادي او متصفح اي متصفح عندك خليني ابدأ من الاول وهنا بكتب درو دوت اي او بالشكل ده ودوس انتر مش هيعمل اكتر من كده طبعا انا اه مسجلة بالجيميل يعني اه اعمل تسجيل دخول بجوجل عادي جدا اه هيفتح لك على طول على الصفحة دي او الرسالة دي بيقولك create new diagram اعمل diagram جديد ولا افتح واحد اقديم طبعا انا هعمل واحد جديد تمام بالشكل ده تعالي نشوف ايه الانواع ال diagram اللي هعملها يعني ضوب تغييرات بسيطة و ايه اللي هعملها من الاول مبدئيا لو انا هعمل مسلا فروت شارت فانا بختاري فروت شارت من هنا تمام ودوس create تمام هدوس create هيطلع لي احفظها فين اعمل او كي على طول يعني رايح دماغك وعمل او كي طيب يفضل ان انت بتغير هنا الاول قبل ما تقدس create تغير هنا العنوان او الاسم بتاع ال diagram بتاعك لو ما غيرتوش هو هيحفظه زي ما هو كده untitled diagram هيحفظه برضو على drive يعني انت انا سجلته بالجيميل ليه عشان يحفظولي على drive على طول تمام اه دي برضو option حلو ان انت في اي وقت هنقول يلا يغير في الحتة دي او لا اشيل الحتة دي او امسح الحتة دي في ال diagram بتاعك انت هتدخل على طول من على drive وتفتح المخطط هتلاقيه تقدر تغير فيه على طول كله محتاجة نت بس مش اكتر تعام تقدر ان انت تشتغل على لابتوب او كمبيوتر وممكن تشتغل من على الموبايل يعني برضو ده option حلو لان انت تفتحه من على النت عادي جدا لو دوس create خلينا نشوف شكله هتبقى بالشكل ده وتفتح لك على طول صفحة زي كده هو هو ده انا ما عم غيرتش فيه اه طبعا انا ميش دهو دلوقتي بالكلام اللي جوه تمام انا هغير الكلام على حسب ما انا عايز تمام او ان انا والله انا ممكن امسحه خالص تمام احدده كله حددته بالموس عادي واعمل له delete كده ويتمسح معايا بالشكل ده الاوبشنز اللي موجودة انا عندي يعني الشبكة اللي من ورا دي دي الخلفية بتاعتي اللي انا هرسم عليها اقدر ان انا اعمل zoom out وzoom in بالشكل ده اه ارسم الحاجة من الاول ادي دي بتاعت start واكتب مسعم ابدأ بالشكل ده اه بالطريقة دي ممكن اروح احدد الكلام بالشكل ده واتكبره ادي التكبير بتاعي الحاجة اهو اكبرها كده اعملها bold اه اجيبه من العالمين احطه في النص الكلام يعني اللي انت بتشتغل بيه عادي من text هنا بالشكل ده اه ممكن انا والله اه اجيب اه مربع لأي عملية عندي تمام اه ادخال لو انا عندي اي ادخال اهو انا مسعم ايه لو انا هدخل بيانات او هعمل اي حاجة ادي ادخال بتاعي خلينا نعمل كده الاول تمام نشيل السهم ده بحدد الحاجة وعمل لها delete مش اكتر ده لو ادخال وادي العملية وادي لو انت عندك سؤال معين او شرط معين ادي بتعمله بالشكل المعين ده السهم عشان اعمله عشان اعمل الاسهم بحدده بالطريقة دي بس ايدي السهم اللي هو بينزل لازم راس السهم يكون واضح تمام الشرط يكون متصل بس لازم يكون واضح تمام بتحاولش ان انت ايه يجي السهم زي كده ممكن احدده روح اطوله شوية فلاقي السهم راح لا معلش انت حاول توضح الراس السهم كويس جدا بالطريقة دي تمام بعد ما بترسم الرسمة بتاعتك كلها الفروت شرط بتاعك كله اه سهل جدا ان انت تقعد تحرك وتغير واللي انت عايز تعمله واعمله تمام بعد ما بتخلص الرسمة بتاعتك عايز تاخد سكرين شوت وتحمله عشان تحفظه في الورد ابسط برنامج اللي هو سنيبينج طول ده موجود في اي ويندوز تمام اي ويندوز هتلاقيه فسنيبينج طول تحدده تحدد الرسمة اللي انت رسمتها طبعا بعد ما تخلصها يعني وتعمل لها حفظ تبعتها للجروب بتاعك عشان يكتبها او ان انت والله يتعمل لها كابي وتعملها بيست على طولة على الورد تمام يفضل ان انت بتحفظ يعني الرسمة عشان تبقى خلاص الدنيا دي واضحة بالنسبة لك تمام قلت لأ والله فيه تعديلات هتعدلها لان دي مش نفعة فانت على طول هتدخل على بتاعك تلاقي تدخل على هتلاقي ان انت الرسمة واضحة تقدر ان انت تغير فيها زي ما انت عايز تمام ده بالنسبة للفلوس شورت بعد ما تخلصه دي اغلق يعني اكتر الاشكال اللي انت ممكن تشتغل بيها تمام لو انت مشتغلتش بالاشكال دي وبس اخدت كابي بيست انت ممكن تاخد كابي بيست يعني حددت الحاجة واخدت كنترول سي وعمل كنترول في هتلاقي كابي على طول ظهر تمام اشتغلت بالحاجة للجهزة تمام اشتغلت غيرت فيها مفيش مشكلة بس طبعا الكتابة هي تغير عندك طيب ده بالنسبة لي اه الفلوس شورت تعال نشوف لو انا هعمل انتيتي دياجرام ايدي الانتيتي دياجرام اختاره تمام او الار دي وهدوس كرييت هتطلع لي صفحة اه زي كده بالطريقة دي هو برضو ما غيرتش فيه او ما فتح هو عامل لي مثال طبعا ده مثال لوحده انا مش عايز المثال ده انا كل الفكرة مسلا انا هقول بادل الكاستمرز دي مسلا هقول الطلاب فرضا انا ممكن يكون الموقع بتاعي موقع نتائج مسلا طبعا او اي ان كان فانا بقول احدد كده واكتب الطلاب عادي ده اسم الجدول تمام بعد كده اللي بيكون من فوق دوت اللي هو بتاعي تمام او المفتاح الاساسي بتاع الجدول خلينا نشتغل على الفضل في الاردين يكون بالانجلش على الفكرة بس يعني عموما عشان بس ما تضعش يعني فبالتالي هيكون ايه اه بكتب مسلا الستودنت اي دي وانه هو من نوع انتجر كلمة انت دي اللي هو نوع انتجر وانه هو نطنال انه هو ما فيش اه ما فيش حاجة فاضية يعني فرغة فيه تمام اي حاجة هتيجي من تحت هتكون الاعمدة التانية اي ان كان الاعمدة اللي انت حاطتها بقدر ازود بالشكل دوت وقدر اكتب عادي جدا اه تحت يعني ممكن احدد كده واخد من الحاجة واحدد واخليها من تحت كده واغير فيها زي ما انا عايز زي اه حسب الاعمدة بتاعتي بعد ما اكتب كل الجداول بتاعتي بشوف من الريليشنشابس بتاعتي العلاقات اللي موجودة فرضا هو عامل علاقة وان توميني دي بالشكل اللي هو الساحم الصغير ده او ان هي مفاش اي شكل كده ده عبارة عن الوان وتوميني ادي اهي اه والله دوت برايماري كي وحطوا هنا فورين كي ارجعوا لحتة الار دي كويس جدا لو عندك مشكلة فيها يعني لازم ترجع للدكتور المشرف عشان اه او المتابعة معاك سواء اه هي امساعدة او الدكتور عشان اه تحمل الحاجة صح من الاول يعني اه بعد كده اه ده الفورين كي سواء بقى العلاقات بتاعتك وان تو وان وان تو ميني ميني ايا كان طيب انا عايز اه اغير العلاقة بتاعتي مسلا دي وان تو ميني بالشكل ده وتانا عايز اغيرها وتأخليها وان تو وان مسلا فانا بحدد الساحم وبعدين بشوف هنا والله اقول بدايته بدايت الساحم بتاعي انا عايزه ان هو يكون وان خلينا بس نفتحه كده بالشكل ده وتكون الساحم بتاعي وان تو ميني كده اه دي وان تو وان بالشكل ده دي بدايته والنهاية بتاعته تكون نفس الان تو وان هنخليها وان تو وان بالشكل ده يبقى انا الساحم بتاعي او راس الساحم بتاعتي اتغيرت تمام بقيت وان تو وان البداية والنهاية نفس الشي انت ممكن تغير في الشكل بتاع التكست ممكن تغير باكجراوند تعمل باكجراوند للحاجة بتاعتك ايا كان اللي انت ممكن تعمله برضو بعد ما بتخلص سنيبينج تول لتاخده تاخد كل الصورة بتاعتك او المخطط بتاعك وتحفظه تبعته لجروب بتاعك عشان يكتبه في الفصل اه ده بالنسبة لانتيتي داياجرام تعال نشوف اه ممكن نعمل اي تاني اه لو انا عايز اعمل اليوزر انترفيس ادي اليوزر انترفيس جاهز دي مجموعة من ال اه واجهات المستخدم اللي موجودة انا همس هعمل ابسطهم اللي هي اه بالشكل ده انت اختار الشكل اللي هو يخدمك انت اكتر تمام اللي بحيث انت مش هتوقع التغير فيه كتير يعني حاول انت تختار دايما حاجة مش هتوقع التغير فيها كتير عايز تبدأ من الاول مفيش مشكلة تمام وهتدو هيتفتح لك صفحة تقريبا زي كده تمام انا هنا يمكن غيرت شوية حاجات بسيطة اه انا بالله هنا بقوله انا هنا في لوجو هنا في بتاعي سواء مسلا عايز المنتجات الصفحة الرئيسية اي ان كان اللي انا اكتبه هنا مجموعة من اللينكات من هنا مجموعة من الكلام بالشكل ده والله حطيت اه اه بتاع اه ال sign in وال sign out بجيب الكلام ده منين بجيبه من هنا اهو اما ان انا اشتغل على bootstrap bootstrap دي عبارة عن شكل يعني جميل اكتر تمام طبعا bootstrap دي لغة يعني مبدئيا او اه سوري يعني framework تشتغل بيه ولكن هي ايه بتخدمك اه ان هي فيها الوان اكتر وصور اوضح وكلام ده كل اللي انا هعمله مساعم انا عايز اه مجموعة من الكارد بالشكل ده يعني ايه كارد يعني عبارة عن صورة وتحتها كلام تمام او ممكن مجموعة بالطريقة دي اي ان كان اللي انا ممكن اعمله فانا ممكن اعمل اشيل الجزئية دي احددها واعمل لها delete وروح والله اقول له انا هحط هنا مجموعة من الصور واصغرها زي ما انا ايه هبعايز بالشكل ده ممكن اعملها بالطريقة دي تمام اي ان كان طبعا هو مفضل ان انت بتعمله بايه بنظام يعني انا بس بعمل حاجة بسرعة يعني هنا والله حطت فيديو اه ممكن اروح اغيره وقول له لا انا عايز احط صورة الصورة شكلها اما انت تحط صور بالشكل ده لو انت صورة اشخاص او ان انت بتحط مربع بالشكل ده وعليه اكس حلينا نعمله كده بالشكل ده المربع والعليه الاكس ده دي معناها صورة داعم الفكرة من عموما اليوزر انترفيس هو رسم كروكي كل حاجة من دول هي رسم كروكي فانا لو عايز اعمل صورة بعملها مربع وعلمة الاكس دي دي معناها جدا والله هنا شوية لينكات هنا شوية اه حاجات للساين ان وساين اوت الحاجة اللي انا بغيرها بمسحها وغير فيها زي ما انا عايز تمام السرش موجود عندك لو انت عايز تعمل اه 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 عربة تسوق مثلا من الجنب هنا بتحطها اه وهكزا يعني انت بتغير على حسب ما انت عايز تعمل ايه في الصفحة بتاعتك تمام اه اه بعد برضو ما بتخلص بتروح اه 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 بتروح تعمل ايه تاخد بتاعتك وتحفظها طيب ده بالنسبة للمخططات اللي هي الاساسية اللي انت مش هتتغير فيها يعني انت هتغير حاجات بسيطة لكن في حاجات لازم هتعملها من الاول تمام زي اليوز كيس و اه اه الكنتكس دياجرام طيب عشان اقامل من الاول بختار بيزيك اللي من فوق دي تمام واختار البلانك دياجرام اللي هو دياجرام مخطط فاضي ما فيهوش اي حاجة تعالي نعمل كريت كده هيقول لي احطه فين هقول له يس و خلاص تمام هو طبعا بيسايفولك فيه على طول طيب فتح معي بالشكل ده هبدأ ان انا اعمل ايه اول حاجة الكنتكس دياجرام قلنا الكنتكس دياجرام وعبارة عن دايرة بجيب الدايرة كده تمام وهكتب جواها ان والله ده النظام او نظام اسم النظام بتاعي النظام مثلا موقع لبيع المنتجات ايا كان تمام ده النظام وهجيب المستطيل اللي هو الشكل ده واخده كابي وهعمله مثلا تلاتة او اربعة على حسب النظام بتاعي المستخدمين اللي موجودين في النظام بتاعي بالشكل ده تمام بعد كده هكتب من جوه مثلا ايه المستخدمين بتاعي فانا عندي العملة او الزبائن ايا كان وعندي هنا المدير او الادمن تمام وهنا اعايزة الباقع او التاجر ايا كان اللي انا برضو كتبه تمام باقعين خلينا بالشكل ده طيب اكبر بس النظام شوية شوية بس الدنيا توضح تمام بعد كده هبدأ بقى ان انا اقول الاداتة ماشي ازاي انا مسام العميل هاخد استهم الازراء ده اصحابه تمام العميل كده بيجي عند النظام ويعمل اكتب على طول بدون ما دوس انتر وبدون ما اعمل اي حاجة بيعمل تسجيل دخول تسجيل الدخول ممكن الكلام ده واتخلي بولد يعني بس احدده كده بالطريقة دي واخلي بولد اكبر شوية عشان بس يوضح تمام بالطريقة دي يبقى انا كده العميل بيعمل تسجيل دخول طب النظام بيحقق له ايه او بيدي له ايه والله هيروح ااجي من عند النظام ده تظهر لي انا بس بعمل يعني بحرك الماوس كده عن ناحية دي بس مش بدوس ولا ايه حاجة فبيطلع للشاشة السهم الازراء ده بسحبه وبروح وديه للعميل بس بحرك شوية اكتر كده للسهم بتاعي عشان خلينا بس خلي الكلمة دي يتيجي هنا تمام والسهم ده بحركه بس عشان يوضح بس مش اكتر تمام بالطريقة دي بالطريقة دي ميش فانا هنا مسلا بيروح يعمل ايه عرض لمنتجات يعرض لي المنتجات بتاعتي بالطريقة دي تمام يا بس هم اللي رايح اه سوري اللي جاي من عند العميل ده بيسجل بالدخول اللي رايح بيعرض المنتجات تمام برضو لو انا عندي تصنيف منتجات العميل هو اللي بيختار يصنف المنتجات ازاي تمام نفس الشيء بالنسبة للمدير المدير مثلا بيوصل له كده بيوصل له اه الطلبات او مثلا قائمة الطلبات عنده قائمة الطلبات بالشكل ده وهو برضو بيعمل تسجيل دخول بالشكل ده بالطريقة دي طبعا انا بعمل الاسهم بناء على المتطلبات الوظيفية اللي انا حددتها من الاول عشان كده قلتلك ما فيش اختلاف ما بين الحاجة والتانية الحاجة عملتها في المتطلبات الوظيفية هترسمها في الكونتكس دياجرام هترسمها في اليوسكيس دياجرام بتكون مزبوطة تمام نفس الشيء تكمل الباقي عين بعد ما بتخلص الرسمة بتعمل بتاخد من الرسمة ويبقى تمام بالنسبة لك ده بالنسبة الكونتكس دياجرام طب لو انا هشتغل على ال اه اه ساري اللي هو اليوسكيس دياجرام تمام انا ممكن اعمل من فايل واقول له نيو طبعا هو بيسايف على فكرة اه مباشرة يعني مش شرطة ادوس في سايف هو بيسايف عبارة مباشرة يعني اه طالما فيه ندت بيسايفه المهم هعمل واحد تاني هقول له نيو تمام وهقول له بلانك برضو ليه اللي انا عايز هعمل كريات هعمل اليوسكيس من الاول فاضي البلانك يعني اه صفحة فاضية وهبدأ ارسم فيها كل حاجة طيب ما ابدأ اي ان اليوسكيس دياجرام انا قلت ان هي عبارة عن على شكل مستطيل او المستخدمين اللي هما زي الانسان الصغير ده واليوسكيس اللي هو بشكل بيضاوي انا بدل ما اقعد ادور من هنا تمام انا هعمل بحث بس صغير خليني ممكن ازود حاجات من المورشيبس هنا اقعد اختار مورشيبس كده وراح ازود واقول له انا عايز اليومل اليومل هي اللغة او او الرموز الاساسية اللي انا بقدر ارسم بيها اغلب المخططات اللي احنا عملناها ده تمام فاليومل لما زودته هو فيه شوية اه رموز تانية انا ممكن استخدمها من اليومل كده انا بختار ده ده عبارة عن السيستم بتاعي اللي هو هنا كده تمام هنا بكتب اسم السيستم مسلا موقع بيع المنتجات مسلا ايا كان اللي انا هعمله تمام طيب بعد كده انا عايز اكتر بدل ما اقعد ادور انا هكتب من السرش هنا على طول اكتر اكتر كده ودوس انتر هيجيبلي المجموعة دي انا هاختار دايما اللي بقدر اكتب من تحته يعني اقدر ان انا اكتب حاجة من تحته تمام بالشكل ده هعقده copy وهعمله p اعمل تلاتة منهم على حسب المستخدمين عدد المستخدمين بين دوعك انت ممكن تكون عندك 4 او 5 براحتك تمام كده واحدده واحركه بس ايه في الاتجاه اللي انا عايزه بغير الكلمة اللي هي بتاعة اكتر نيم ديت بغيرها من تحت واكتبها مثلا الزبون حسب اليوز كيس بتاعتك وهنا بخليها مثلا الباقع انا بس بحدده بكتب على طول مش بعمل اي حاجة تانية كده وهنا المدير للطريقة دي طيب انا كده جبت السيستم وجبت الاكترز عايز اليوز كيس هاختار اليوز كيس الي هو احنا قلنا شكل بيضاوي كده اليوز كيس كده واختار منهم ادي بالشكل ده تمام هاخده كابي قبل ما اغير اي حاجة هشوف بقى انا عندي كام يوز كيس انا هو في المتطلبات الغير واضحة سوري المتطلبات الواضحية هشوف انا عندي كام يوز كيس طبعا انا مش هعمله كلهم يعني بس عموما هلاقي ان انا عندي بعد المشترك يعني بعد مرة واحدة لو حاجة متكررة بعد حاجة واحدة تمام ادي تسجيل الدخول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة مانية تسعة عشر فرضا عشرة اهم بالشكل ده فانا هعمل عشرة يوز كيس بالطريقة ده كل واحدة انا مش طبعا مش اكامل ده كله بروح ايه بحدده وبواسع على نفسي قادر ان انا ازود بالشكل دوت نفس السيستم اكبر البتاع بتاعي لو حسيت الدنيا زحمة لا هعمل كل واحد لوحده كل واحد فيه مخطط لوحده او سيستم لوحده تمام بالشكل ده خلينا انا امسح كده شوية بالطريقة ده فرضا انا هكتب هنا تسجيل لانا بالعربي تسجيل الدخول بالشكل ده طيب مين بيعملوا تسجيل الدخول الزبون اروح اعمل بس مرر كده السهم فهو بيمشي لغاية هنا ادي الزبون وبرده الباقع بيعمل تسجيل دخول بوصل لازم السهم خلي السهم لغاية يوصل لغاية اليوسكيس نفسها طاعم ما تسيبش السهم الى ما يوصل اليوسكيس اللي انت عايزها وبرده المدير بيعمل تسجيل دخول بالشكل ده اللي بعده ممكن اعمل اقول والله انا عندي عرض المنتجات اللي بيعمل الكلام ده الزبون بيعمل عرض للمنتجات تمام ممكن احدده كده وبس بغير السهم بشكل ايه اوضح شوية طريقة دي وبرده المدير بيعمل بيعمل برضه المنتجات كل ده انا جايباه من المتطلبات الوظيفية اللي انا حطتها انت بتحط مطلبات وظيفية بناء على الفكرة بتاعتك عشان ما لاقيش حد بيباع هو ده وتواخد لي copy piece لا تمام الكيس اللي بعدها وهكذا انت كل الفكر ان انت بتوصل بقسهم بالشكل ده بعد ما بتخلص مهما ان كانت الحاجة كبيرة ولا صغيرة هتروح تعمل zoom out كده عشان الدنيا توضح عندك كل الرسمة وبعدين تاخد extreme shot بتاعتك وتحطها في الword زي ما انت عايز تمام مبدئيا لو انت عملت الكلام ده تبا انت جزئية تصميم النظام خلصت طبعا كل واحد هيعمل جزئية او مثلا حسب طبعا التوزيع اللي انتو بتتبعزها في المشاريع بتاعتكم عشان طبعا الجزء شوية كبيرة هو على فكرة كل واحد لو خد مخطط هيخلصه في ساعة يعني هيخلصه في ساعة امتا؟ لما لكون كل الناس فهم نفس الفكرة مخططة صح وعارفين كل واحد هيشتغل في ايه تمام؟ مفيش مخطط عن مخطط مفيش اختلاف من بينهم تمام؟ يعني مش هلاقي مسلا واحد عامل تسجيل دخول والتاني مش عاملها لأ طالما انت كتبت تسجيل دخول في متطلبات الوظفية يبقى هترسمها اكيد يبقى هكيد هتنفذها في الكود بتاعك مبدئيا لو انتو كده تمام خلصتوا ان شاء الله بعميني بدل جزئيتين اللي موجودين في الفصل التالت في جزئية طبعا اللي هي بعد كده اللي هي تنفيذ النظام ده في وقت الكود ان شاء الله رب العالمين بالتوفيق ان شاء الله رب العالمين اشتركوا في القناة